بعد كل فشل وعند كل أزمة يعزف الساسة في العراق على الوتر الطائفي ويحاولون اختراق القواعد الشعبية من هذا المنفذ الذي أضرب العراقيين حتى أيقنوا خطورته على حاضرهم ومستقبلهم قبيل الانتخابات وأمام اتساع الفجوة بين الأحزاب والشعب العراقي يحاول الساسة تقليص هذه الفجوة عن طريق الاستثمار الطائفي أفعالا وأقوالا سواء عند السنة أو الشيعة إذ يطلق الساسة السنة تصريحات حول حقوق السنة وحصتهم السياسية والاقتصادية مقابل ذلك يقوم أشباههم من ساسة الشيعة بحركات عملية من هذا القبيل كان آخرها نشر أسماء المقبولين في الكلية العسكرية مع التصريح بالمذهب والإشارة إلى النسبة الساحقة للمقبولين من الشيعة فما لبثت أن أثيرت موجة صخط واستهجان شعبي على ذلك وكانت ببثابة رد قوي على هذه الطريقة التي تعد جس نبض للشارع حول إمكانية استثماره طائفيا لإيقاف حركة التحرر التي أطلقتها ثورة تشرين ردة فعل الشارع العراقي الرافضة لمحاولات الاستثمار الطائفي أمر طبيعي بعد تجارب طويلة مع فشل سياسة المحاصصة وجلبها النكبات للعراق مقابل منفعة شخصية للساسة والكتل معطيات الواقع تبرهن أن ساسة السنة لم يستطيعوا إخراج معتقل واحد أو إعمار بيت في المناطق البنكوبة فضلا عن عجزهم عن إيقاف مأساة النازحين وإيقاف أعمال القتل والخطف والتعذيب التي تقوم بها الميليشيات في الموصل والأنبار وصلاح الدين وديالة ووقفوا صامتين كذلك أمام عمليات التغيير الديمغرافي التي تستهدف مناطق حزام بغداد الشيعة كذلك على مدار سنين طويلة ذاقوا الأمرين من الكتل السياسية والميليشيات وباتوا يعيشون بسبب الفساد والإهمال في مدن تفتقر لأدنى مقومات الحياة الإنسانية والأهم من ذلك فقدوا مئات الشهداء الذين قتلتهم الميليشيات والقوات الحكومية في ثورة تشرين وما سبقها من احتجاجات شعبية العراقيون بكل أطيافهم تشربوا مفهوم المواطنة نتيجة النكبات السياسية وبات وعيهم السياسي حصنا منيعا أمام أي محاولات استثمار طائفي يلجأ إليها الساسة لضمان استمرارهم في الحكم